لا تكاد تنفك ازمة حتى يدخل اليمن في اخرى انقلاب حوثي على الشرعية اعقبته حرب لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والدولة الامارات وما زالت الحرب مستعرة ولا يزال الانقلاب قائما لتتفاجأ الشرعية بانقلاب اخر من رحمها بتوقيع المجلس الانتقالي الجنوبي ناهيك عن حركات اخرى تظهر هنا وهناك وجميعها توصف بانقلابات او تمردات او غيرها من اساليب الخروج عن الشرعية الازمات متعددة والتداعيات خطيرة ومن ضمنها هرولت الريال اليمني نحو السقوط في فترات قياسية جدا كيف لا وقد اصبح الريال بهويتين احداها شرعية جنوبية والاخرى انقلابية شمالية الامر الذي جعل الريال بشطريه يدور في فلك السقوط بلا جاذبية وها هي بوادر السقوط المريع تتضح في العاصمة المؤقتة عدن حيث اغلقت فيها معظم وكالات وشركات الصرافة ابوابها اثر تواصل انهيار الريال وانخفاض قيمته امام العملات الاجنبية جاء ذلك عقب اعمام اصدرته جمعية الصرافين في المدينة مؤخرا تضمن توجيهات باغلاق شركات الصرافة حتى استقرار السعر الصرف خاصة بعد ان اصبح الدولار الواحد يساوي ثمانمائة وستين ريالا بعد ان كان قبل خمسة اعوام يصرف بمائتين واربعة عشر ريالا فقط ليسجل الريال اليمني هبوطا قياسيا لم يصله منذ اعتماده كعملة محلية لليمن قبل نحو ثمانية وخمسين عاما خبراء اشاروا الى ان سبب اغلاق شركات الصرافة ووكالاتها في عدن جنوبي اليمن يعود الى عدة اسباب من بينها عدم وجود اي ارادات للبنك المركزي من قبل موارد الدولة كالميناء والغاز وتصدير النفط وغيرها مطالبين بضرورة ايجاد حلول ناجعة سبب اغلاق المحلات الصرافة كان التهاوي الريال اليمني امام العملات الاجنبية التهاوي الحاصل الناتج عن انهياره وصل الى ثمانمائة وستين ريال اليمني امام الدولار ثمانمائة وستين ريال وكل هذه كانت بفضل عدم وجود اي ارادات للبنك المركزي من قبل موارد الدولة مثل الميناء والغاز وتصدير النفط الى اخرى ومن وسط بحر رمال متحركة بازمات وصراعات لا تنتهي منذ عقد تقريبا تستمر رحلة اليمنيين في البحث عن يمنهم السعيد